اشتركوا في القناة وبمناسبة تحقيق مملكة البحرين الفئة الأولى بالتقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام السابع على التوالي أشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن التصنيف مملكة البحرين بالفئة الأولى في التقرير يؤكد ريادة البحرين وتفوقها إقليميا ودوليا في مكافحة الاتجار بالأشخاص وعرب معاليه عن الفخر والاعتزاز بالجهود المثمرة التي تبدلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والحرص الذي توليه الجهات الحكومية على تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية الداعمة للمنظومة الحقوقية البحرينية وذكر معالي رئيس مجلس الشورى أن الخطوات المتقدمة التي اتخذتها مملكة البحرين في تأسيس وإنشاء العديد من المؤسسات والمراكز الوطنية والحقوقية يعكس مضيها بعزيمة وإرادة في تأكيد دولة المؤسسات والقانون وحرصها على أن تكون المبادئ الإنسانية والحقوقية متجذرة وراسخة لدى الجميع اشتركوا في القناة